اليوم طبعاً أعلن فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة أعلن اليوم عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي الحالي لأندية دوري MPS والتي تخولها الحصول على دعم إضافي وفقاً استراتيجية دعم الأندية في عامها الثالث يعني اختصار الكلام ذا كلها ماشاء الله جمال طبعاً هذا جمال شغل جوالة فجأة طيب عموياً اختصار الكلام هذا كله إيش؟ اختصاره أنه فيه استراتيجية فريق استراتيجية الدعم الأندية بوزارة الرياضة كل ربع اطلع تقييم للعمل الإداري في الأندية وفقاً لاستراتيجية الدعم اللي وضعتها الوزارة وهذا دعم إضافي مش الدعم الأساسي اللي تاخذ الأندية وأجرى فريق الاستراتيجية تعديل في آلية استحقاق الأندية للدعم الخاص بمبادرة الحوكمة بناء على درجاتها في التقييم من خلال تقسيم المستحقين للدعم إلى خمس فئات كل حسب تقييمها عكس السابق لا الآن خمس فئات كل درجة فيها أندية وكشفت النتائج الصادرة أنه 15 نادي من أندية دورية الأمير محمد بن سلمان أصبحت مؤهلة للدعم اللي هي كل الأندية كل الأندية الفتح الاتفاق، التعاون، الهلال، الطائل، الشباب، الفيصل، الحزم، الفيحاء، الباطل، النصر، الاتحاد، الرائد، ضمك، أبهى بينما لم ينجح النادي الأهلي في تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم طبعاً حسب معلوماتنا النادي الأهلي رح يرسل فريق إداري إلى وزارة الرياضة خلال هذا الأسبوع لمناقشة فريق الاستراتيجية لمعرفة الأسباب اللي أدت إلى إخراج النادي الأهلي من هذا التقييم بالرغم من قناعة النادي الأهلي بوجود خطأ في هذا التقييم أو وجود سوء فهم إلخ 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 طيب، الفئات، الفئة الأولى يأخذ خمسة مليون ريال والفئة الثانية يأخذ ثلاثة مليون ريال والفئة الثالثة تأخذ مليونين ريال والفئة الرابعة تأخذ مليون ريال والفئة الخامسة ما تأخذ ولا شيء طيب، نشوف ترتيب الدعم اللي طهر اليوم هذا مو ترتيب الدوري، هذا ترتيب الدعم الفتح، الحالة هو الوحيد اللي أخذ خمسة مليون يعني حسب ما نشاهد أمامنا أن الفتح التقييم وزارة الرياضة وهي الجهة الرسمية المشرفة على الأندية كذا تعطي نادي الفتح شهادة رسمية أنه سعد العفالق ومجلس إدارته هم أفضل إدارة في الأندية السعودية في دور المحترفين هذا إقرار أن الفتح هو رقم واحد أفضل نادي يدار بآلية وبطريقة متناسبة مع الألية العامة الموضوع على الأندية السعودية وهذا حقي شهادة استحقها سعد العفالق ومجلس إدارة نادي الفتح في المرتبة الثانية الاتفاق الاتفاق أخذ ثلاثة مليون هو والتعاون والهلال والطائي والشباب والفيصلي والحزم كل واحد أخذ ثلاثة مليون الفيحاء هذولي هم الطبقة الثانية اللي أخذوا ثلاثة مليون هذا الدعم الإضافي المرتبة الثالثة جت فيها الباطن والنصر والاتحاد والرائد وكل واحد أخذ ثلاثة مليون ريال المرتبة الرابعة والأخيرة ضمك وأبهى كل واحد أخذ مليون ريال والأهلي كان الوحده في المرتبة الخامسة بدون أي دعم مالي مستحق في هذا الملف هذا شاهدنا أمامنا الحين جداول الدعم كلها أبو خالد